الله الرحمن الرحيم الهدف كان من الفيديو اللي فاته وباقي الفيديوهات اللي هتكمل في هذه السلسلة هو خلق حوار بين المادة والانسان يعني انا مسميها بهذا الشكل يعني تأثرا بتفكير او فلسفة الدكتور المسيري اه كلمنا كان المرة اللي فاتت على النزية بشكل او باخر اللي حصد فيها التطهير العرقي تحسين جيني يعني في الاخر بشكل او باخر وشكل من اشكال عنصرية اللي كانت موجودة لاصل مادي في النهاية وده اللي احنا اكتشفناه واكتشفنا ان اليوثانيجا دي اه ما هي الا شكل من اشكال او تطور لحاجة اسمات دروينية الاجتماعية اللي بتقول ان الناس اللي يا جماعة الناس اللي مش فيزيك يا ليه كويسة خلاص موتوهم وخلونا الناس الصحيحة علشان بقاء الجنس البشر يكون افضل يعني فادي الفكرة منها وعشان كده احنا محتاجين نبص عليها ونفكر في الكلام ده وكده والحقيقة في وسط الاحداث اللي حصلة دلوقتي فالواحد ما ينفعش تكلم على اي حاجة قبل ما يتكلم على الاحداث ويتكلم على الانتفاضة اللي شغالة ويتكلم على القصف اللي حاصل على اخواتنا في حاجات كتير الواحد ما ينفعش يعديها كده في نفس روح السلسلة دي ايان هنتكلم على الاحداث الجارية لكن من منظور برضو اه مقابلة بين المادي والانساني والحقيقة عايز اقول لك ان الصراع الفلسطيني الصهيوني هو اه صراع مادي انساني طرف مادي بحث وطرف اه انساني وهفهمك او هقول لك وجهة نظري في النقطة دي ايه الفيديو ده مش هيكلم فيه تاريخ كتير ومش هيكلم في اي حاجة كتير الصراع هو نقطتين ثلاثة محوريين. اه لان في ناس عاملة مجهود موجود على التاريخ وعلى النقطة المحورية وعلى كل حاجة انا بس اتكلم من هنا انا عايز اطلع به من من كلامي النهاردة معك هو ان واحد الصراع ده صراع مادي انساني. اه اتنين مش بس صراع مادي انساني بل ان مادية هذا الصراع وصلت الى الحد الذي وصل اليه اه هتلر في المانيا زي اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت واللي الواحد يشمئز من الحاجات اللي كانت بتحصل هناك. فانا عايز اقول لك ان مادية هذا الصراع او الطرف المادي في هذا الصراع وصل بالفعل الى اه هذه الدرجة. طيب اه الصراع الفلسطيني الصيوني صراع مادي انساني. يعني ايه الكلام ده? يعني هناك طرف مادي يستند الى فلسفة المادية وهناك طرف انساني. يعني انساني يعني الشخص مش عبارة عن مادة. يعني في حاجة تانية بقى. يعني زي ما يكون اه هناك مرجعية دينية لهذا الصراع مسلا. ان ان اه اه قداسة هذا المكان بالنسبة للمسلمين. والنسبة للمسيحيين برضو يعني المكان ده مش منطقة سهلة. دي مش اي حتة في اي حتة. لا دي دي حتة مهمة جدا. ده مكان مهم جدا وليه قدسية وليه رمزية وليه كل حاجة. طب انت ما قلت ليش طب ده بالنسبة اليهود ايه? ما هو الحقيقة اه من ناحية اليهود فده ما ينفعش يبقى صراع ديلي. ما ينفعش يعني ما ينفعش كان ده يبقى صراع ديلي. حقيقة الصراع في على على دولة. هو ايه الصراع اصلا? الصراع هو انشاء دولة. من الاخر اه الحركة الصيونية جت قالت لك احنا عايزين نعمل هنا دولة. فهذا الجانب اللي انا بداعي انه مادي. وجانب التاني الانساني اللي مرتبط بالدين ومرتبط بالثقافة والتراث. وآآ الارض. بيقول لا انت ما ينفعش تيجي من من هنا وتقوم عامل دولة. آآ تقوم على اساسها بشكل اللي هو بيعلنها على اساس آآ عنصري. لان هي دولة تؤمن بآآ سيادة مجموعة ما من البشر. حتى لو هم سموا هذه المجموعة ان هم اليهود مثلا ما هي بنفس طريق تفكير النازيين. ان الالمان هم محسن ناس في الدنيا ما هي هيها. فاذا دي كفكرة فكرة عنصرية. طب هل هزي الفكرة عنصرية هل هي مستندة الى ما وراء المادة اصلا? الحقيقة لأ. دينيا اصلا بالنسبة اليهود ما ينفعش اليهود دينيا آآ يعملوا دولة. لان المفروض في معتقدهم ان هم منتظرين المسيح يوصل وهو هيعمل دولة. انما قبلها ما ينفعش يعملوا دولة. علشان كده هتلاقي ان المتدينين اليهود في مجموعة اسمها النوتري كارتا. هزي المجموعة تعادي الصهيونية. تعادي اسرائيل تقول لاسرائيل ما ينفعش. تبقى موجودة. ما ينفعش. لان نهاية كده بتخالف تعاليم اليهودية في ازا ما ينفعش اصلا اجي لهذا جانب من الصراع الجانب الصهيوني ما ينفعش اقول عليه ان هو جانب ديني اصلا او يعني مش مستند الى شيء آآ غير مادي. في النهاية هو آآ الهدف بتاعها مادي. منفعة في النهاية. طب ازاي برضو الكلام ده? انا عايز اجيب لك برضو الموضوع من وراء شوية. يعني مسلا مسلا. آآ انت بدأ يحصل آآ ان الناس تتكلم في حتة ان في آآ عندنا دولة صهيونية او دولة يهودية زي ما بيت قال. في آآ اول اجتماع صهيوني سنة الف تمنمية سبعة وتسعين اعلنوا ان هم عايزين يعملوا باختصار شديد يعني عايزين يعملوا دولة. آآ وبدأوا يشوفوا هيتواصلوا هيتواصلوا مع مين? علشان يعرفوا يعملوا الدولة دي. بدأ يشوفوا هيتواصلوا مع مين يتواصلوا مع مين? آآ جربوا ناس كتير ومنفعش حد فيهم خالص. يعني حتى راحوا للسلطان عمحميد راحوا للالمان راحوا الناس كتير جدا. آآ وفي النهاية الموضوع واقف على البريطانيين. وما تحلش بسرعة. تمام? في النهاية انا هكلمك من آآ مرجع كده يعني هي ورقتين تياتا كده اتنشروا من آآ اربعين خمسين سنة. الواحد اسمه جو ستورك. واحد شغالي على حقوقي امريكي يعني. فانا عايز هقرالك بعض المقتطفات اللي بتأكد فكرة ان حتى بداية هذا المشروع. هي بداية مادية. يعني اصلا هو مستند سواء بالنسبة لهم او بالنسبة للناس اللي دعمته. ما كانش ايمانا بقضية معينة. لان حتى اليهود نفسهم يعني. ازا كان اليهود نفسهم متدليم بيقول لك لا يا عم احنا مش عايزين الكلام دي. ازاي تقول دي قضية ياهود هي اصلا. لا. هتلاقيه في الاول بيقول لك آآ مثلا هيقول لك to understand the British motivation behind the Belford declaration. it is first necessary to understand what is it not. او what it was not. يعني هو الراجل بيقول لك الاول عشان نفهم هو ماذا كان وعد بلفورد علينا ان نفهم ماذا لم يكن. اول هو ما كانش ايه. وبعدين بيقول لك it was not a humanitarian gesture. لم يكن عمل انسانية. طيب ليه بقى? بيقول لك ان هؤلاء الساسة البريطانيين اصلا. اللي قاموا على وعد بيلفورد كانوا antisematic يعني معايدين للسماعي. معايدين لليهود اصلا. مش عجبهم من اليهود اصلا. فازاي يطلع من الناس مش حبة اليهود بشكل عام. ازاي يطلع منهم آآ آآ يعني هذا العمل. فازا هو مش منطقة اصلا. بل آآ يعني اقول لك ايه? كان في آآ قانون طلع سنة الف تسعمائة وخمسة بيقول لك ايه? آآ اليانز اكت تبريفينت فيرذر اميجريشن اف جوز في ينج ايسترن يوروب. يعني في بريطانيا بيلفور نفسه عمل آآ القانون اكت بيتقال عليه في بريطانيا اكت. علشان يمنع هجرة او هروب اليهود اللي جايين من اوروبا الشرقية. فاذا الموضوع عمره ما كان قضية ما هو في النهاية مادة. ما كانش قضية مستندة الى شيء وراء المادة. حتى الان ما لقناش هزا الشيء يعني. فاذا هي مش مستندة على حاجة. في النهاية برضو هتلاقي بيقولك اذا في النهاية هو الراجل بيبص لما كذبه او يعني من الاخر هذا الحقوق اللي بيتكلم يقولك ان هذا الاتجاه البريطاني اللي طلع مكانش ايمانا بشيء الا ايمانا بمصالحه. اه تثبيت مكانه في فلسطين. تثبيت وجوده في المنطقة. في النهاية هتلاقيه بعد شوية بيقولك ان ده اه يعني هساعد ان هو هيساعده في الافضلية يعني دبلوماسية. اه هيساعده في تقديم اه سبب صعب رفضه امام الامريكان اه يومانيتيرياني يعني او يعني او يعني عايز اقولها لك ان هو اه هي بيقولك اه هي بيقولك او يقدر يخبي وراه مصالحه. هو هزا الكلام. ماشي? في النهاية هتلاقي بيكلمك على اه ارتباط هزي الحركة بالامبريالية الغربية. ودي لها قعدة تانية الكلام في ان الامبريالية برضو هو تحرك مادي ودي مش محتاج للصراحة قعدة يعني اهو الامبريالية كانت ايه سلب خيرات البلاد ليه? اه سبب مادي بسيطة جدا. ما هو انت ما تسرق الناس قعدة في امان الله بانت عايز اللي عندهم. بس كده. اه كمان هتلاقيه بيقولك نقطة مهمة برضو ان اه الصهيونية زيونيزم ريبريزنتد. او اي اف ديلينج. with the jewish question. اللي بقى لك لما بيتكلموا على النقط دي بيكلمك على الارب question. اه دلوقتي على اللي هو الفلسطين هيروحوا فين? فيقول ليه الارب question? كان زمان بالنسبة للغرب اليهود هو وجود غير مرغوب فيه. تمام? فهم عايزين يخلصوا منه. فهو عشان كده بيتكلم على jewish question. يقول لك away with dealing with the jewish question by shipping off unwanted aliens to palestine. يبقى هو في النهاية هيشحنهم كلهم كده وموديهم على فلسطين عشان هو مش عايزهم عنده. تمام? وبعدين بين اقوات يقول لك to make positive contributions to civilization. ماشي? بعدين بيقول لك and at the same time defusing the revolutionary potential of jewish oppression while preserving the established international and domestic order. فاذا في النهاية اه الموضوع ما كانش ديني. يعني الموضوع يعني ما فيش في هذا التحليل ولا غيره من التحليلات المنطقية اي سبب ديني وراء هذا الجانب او جانب الصيون. اذا حاصل هذا الكلام هو واحد قضية اا قضية الصهينة من وجهة نظر الصهينة مش قضية دينية اصلا. ومش قضية اي حاجة الا انها قضية مادية. لان ما لهاش اي اسباب تانية. ما هو ايه السبب اللي هما بيدعوا ان هما وراه هو سبب ديني. فانغاب السبب الديني. فاذا ما فيش سبب. يعني ما فيش سبب? اذا السبب هو المنفعة. او ايه ان كان ما هتسميها. فاذا ان كان السبب هو المنفعة. فاذا هذا السبب مادي. او اذا هي منفعة مادية. وعشان كده تقدر تبرر او يعني مش تبرر تقدر تفسر اقصد اا كل الحركات اللي جاها بعد كده. وخصوصا كمان ارتباطها بالامبريالية الغربية. اا تعملها بشكل استعماري جوه فلسطين. تهجير الناس من اا من بيوتها. وعمل مذابح يعني الغير اخلاقية والغير انسانية. وسكوتي الناس عليها. يعني سكوت حتى اا الامريكان اللي حتى لما كان بيتكلم هنا من وجهة نظر بريطانيا. اا المحل بيكان من وجهة نظر بريطانيا بيقول ان حل اا الصهينة هو حل جميل. قدام الناس اللي ضد الامبريالية. امريكا يعني. حتى امريكا ازيه اللي المفوض متحرقة ضد الامبريالية وضد الكلام ده كله شافت المجازر. وبلعت ريئها وسكتت يعني ما حدش تكلم. لان من مصلحة الجميع في هذه اللحظة منها التاريخ مصلحة. ها? مصلحة الجميع سواء كانوا الصغينة او القوة العظمى في الغرب. من مصلحاتهم ان هما يخلصوا من اليهود. ومن مصلحة اليهود ان هما يعملوا اا مكان ويبنوا لنفسهم دول. اذا مصالح مشتركة فالناس كلها مع بعض. شكرا. اا تاني حاجة دي مش نقطة دينية ابدا لان الدين يهودي ما بيقولش كده اصلا. يعني يعني الدين ما بيقولش كده اصلا. فانت جبت منين انها دينية يعني هتشتغل داعش بعد الدورة مش كده. فاذا اا ما ينفعش. ما ينفعش ااا يتحول هذا الصراع او يتقال عليه ان هو صراع ديني يهودي او انها قضية يهودية او ايا كان لان يهوديا ما ينفعش الكلام. طيب هذا من جانب هذا صراع اثبتنا من احد جوانبه انه مادي بشكل سطحي ومختصر يعني. واحد لو قاعد يتكلم تلات ايام وغرا بعض متصلين مش هيوفي الكلام حقه. لكن انا بحاول اا امشي بشكل هاميشي سطحي اا بس الموضوع باعتبار اننا في خضم بعض الاحداث. طيب الناحية التانية ما تقدرش تنفي الهوية. ما تقدرش تنفي ان في ناس موجودة وعندها ارتباط لو حيدنا جانب الدين حتى دلوقتي. فان دي ناس مرتبطة بهذا المكان اللي عاشت في مئات السنين. في مكانها وفي يعني اكيد مهما كان ارتباط الشخص اللي عاش لاجيال وراء اجيال ولا اجيال في مكان ما في قرى في يوسطين اكيد ارتباطه بالارض ديا اكبر من ارتباط اي شخص اه جاي من بولندا ولا جاي من اي حتة في شرق اوروبا اصلا ما يعني مش هتلاقي في دمه اصلا حتى لو اتكلمنا من نقطة ان هو ايه يا ده احنا من تلات تلاف ولا مش هايف كم الف زينا كنا هنا. ففي النهاية هو هو مش مش ده اللي كان هنا اصلا يعني انت اصلا اليهود اللي كانوا من تلك انت مش نسلوهم اصلا. يعني انت اصلا اه شخص اه يعني اوروبي بتاعه يعني انت مش من يعني حتى دي مش نفع. يعني انت ويعني انت مش ضبط معا حاجة اصلا يعني. وما لكش اي ارتباط غير مادي بهذا المكان. يعني ما تقدرش تزبط اي ارتباط غير مادي بهذا المكان. بعكس الناس اللي عايشة فيه لان بكل بساطة هي عايشة فيه. يعني قريدي فيه هنا ارتباط آآ غير مادي. بهذا المكان لان طبيعي ان الانسان بيرتبط بالمكان اللي هو عاش فيه ارتباط غير مادي. مش محتاجها تتثبت وخلي بالك كلامي معاك على الغير مادي. هو كلام آآ مش 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 ايه يعني مش واحد زاد واحد يساوي اتنين. في النهاية ده غير مادي. هو شيء بتحسه. يعني حاجة انت حسسها. وحاجة بتكلم عليها من منطلق ذاتي انا. من منطلق انا حسس بايه? وبوصفه ازاي? وانت هتستقبله ازاي? فازا ما يعني لما اقول لك ان آآ وجودك وعشتك انت وابوك وجدك 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 في مكان ما يجعل هناك ارتباطا غير مادي بهذا المكان. فده كلام مش هتمشي وراه بالورقة والقلم. هو يعني ارتباط اصلا. فهم انت الفكرة? انت مش هده ده شيء آآ غير ملموس. لكنه موجود بالفعل. ومحسوس. يعني محسوس بالفعل وتقدر تقارن بكل بساطة بين الناس اللي مثلا التجار العرب مسلا اللي باعوا الاراضي وعلى فكرة دي نقطة اخرى ان انت عندك بسبب هزا الارتباط الشديد جدا ما فيش حد من الفلسطينيين اللي فعلا عندهم هزا الارتباط باع اي حاجة. اللي باع هم تجار. تجار فايزا هو من منزور مادي كانت الدنيا بدأت تقلق فعلك يا عم انا بيع الحتة دي واخد فلوسي اروح اتا تانية شكرا. وده بالفعل حصل. لان هم عندوش هزا الارتباط بهزي الارض. انها مش بتاعته. بنفس المنطق اا لما تشوف مسلا الصهاينة مبسوطين والمسجد بيولع. هي مش بتاعته. او اا تشوفوا بيجري اول ما اا يطلع عليهم فرقيعة او اول ما ما تسرخ السرينة. تلاقيه بيجري. لان هي ما فيش هزا الارتباط بينهم بالارض. ارتباطه بيها مادة. فإذا دلوقتي هو واقف فإذا المكان لو ضرب علي السلوخ مفيش منفعة مادية ده بالعكس ده هتنتهي حياته المادية. فإذا انتول على الارض يا فندم انا عايز عيش. انها في نفس ذات اللحظات تلاقي شخص بيصور القصف اللي حاصل على غزة وتلاقيه واقف وتلاقيه قدامه. بمسافة امتار تلاقي ان في قذيفة وقعت قدامه. او تلاقي ان البرج اللي هو قاعد فيه تقصف. وتلاقيه بيصور. ولسه واقف بيصور يعني. مراحش في حتة يعني. لان بكل وساطة ارتباطه اعمق بكتير من مجرد حياة جيل واحد لان هي اجيال كتير. وهو حسس بده. وانت او عندك قلب برضو هتحس بده. نقطة اخيرة اا للتأكيد على ان الموضوع هو نفعي او اا مثال اخر برضو من الاحداث الجارية هي اا في فيديو ممتشر بيتكلم على اا مشكلة اا حي الشيخ جراح. ومسجلين فيديو لمستوطن. وابنت فلسطينية بتكلمه وبتقول ان ده بيتي انت انت بتاعني هنا ده بيتي. على مضض عمالة تقول له كده وهو عمال ها رايح جاي. في الاخر قال اه بيتك وانا سرقته بس لو ما سرقتوش حد تاني هي جسرقوه. فازا دي ما بقتش قضية غير مادية. دي قضية قمة المادية يا جدعة. ما هو يعني ايه مادية? يعني نفعية. يعني انا بانتفاع في هزي المادة. بقال الاقوى نفس الكلام. كل دي مصطلحات او كل هزي المصطلحات راجع الاصل واحد هو مادة. فازا ان هو في الاخر جاي بيقول لها ايه? انا 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 جاي يعمل ده عشان انا قادر دلوقتي اعمله انا جاي اسرقك عشان عارف اسرقك. انا عارف ان ده غلط انا مش فارقة معي. انا المحكمة قالت ان هو ينفع فانا جاي يعمل. فازا هو ده وجهت هو ده منظور الصهاينة. اللي بدأ يتبجح دلوقتي. لانه خلاص ما بقاش اه حاسع بدأ يحس بالامان من ناحية ان هو مش لازم دلوقتي يمسل دور عاطفي على قلق قدام اه الناس هنا. مع ان بعد اول صلوق بتلاقيه راح يعيط الناحية التانية. ودي نقطة برضو بما اننا فتحنا الكلام محتاجين نتكلم فيها. اه نقطة اه يعني نقطة اه رأي العام الخارجي. اولا يعني انت محتاج تبقى عارف ان انت ما تنتظرش حاجة. من اي حد. ليه? ليه? انا مش بتكلم بشيء. يعني برضو هنتكلم في نفس اطار المادية والانسانية. اصلا ليه? حصل وعد بيلفرد? اصلا ليه? اه الاوروبا سابت الصينة تيجي. لان بكل وساطة هم كانوا عايزين يخلصوا منهم. فاذا ده كان. اه هدف مادي. هم اصلا كانوش بيحبوا اليهود بشكل عام. مش بقول لك الصينة. اليهود مانوش عجيبهم اليهود اصلا. وعايزين يخلصوا من اليهود. فقاموش احنينهم على فلسطين. فاذا اصلا تعامل التاريخي بتاع الغرب مع هزي القضية هو تعامل مادي برضو. زي زي صينة. تعامل مادي. فاذا ما تنتظرش منهم طول ما مصلحتهم ان هم اه اسرائيل تبقى موجودة في هذا المكان. لان هي لو ما كانوش مصلحتهم ما كانوش بعطوهم. فما تبقاش هي مصلحتهم هناك. وتبقى انت منتظر منهم ان هم يعملوا حاجة باسم الانسانية. لان هو اصلا ما كانش داخل ما كانش كده اصلا دي. اذا كان مجتمع الدولي حاليا هو مجتمع مادي. سواء كان اشتراكي او رأس مالي. يعني الناحيتين موضوع مادي. بخت شكرا يعني. فانت منتظر منه فعل انساني ازاي. ما تنتظرش فعل انساني من شخص مش انسان. يعني انت الفعل الانساني يطلع من انسان. نعم لما ما يبقاش انسان. هو يبقى انسان مادة. زي ما بيقول عليه الدكتور ميسير يعني هو مادة انت ما تستني منه يحس مساوي. مفيش الكلام ده. ازان محتاج تبقى فاهم دي. ورأي العام الغربي. يعني مش الفعل الحكومات لكن رأي العام الغربي محتاج برضو تبقى عارف آآ ايه اللي بيتقال. برضو. وازاي بيتقال. اه الحقيقة في في العد علي يعني. اراء من اقصى اليمين لاقصى اليسار. اه من الاراء المؤيدة لازي القضية الانسانية لان الناس بره دي برضو دنع كاس لمشكلة المادية بره هو ليه الناس تقايد فلسطين اصلا يعني ليه شخص ما ايا كان هو ملوش علاقة له مسلم وله عربي وله ليه اي ارتباط بهازي البقعة من الارض ويمكن ما يبقاش عارفها فين على الخريطة اصلا. ليه ايد هزي القضية? ليه يفكر فيها? الحقيقة بيفكر فيها لنفس السبب اللي احنا نفكر فيها انت انت روحك دلوقتي بتطلب النجدة. ونجدتها في تناول هزي القضية الانسانية. لانك انت بهزي القضية الانسانية بتثبت انك انسان انت بتثبت شعور بتثبت ان عندك لسه مشاهر وعندك يعني اه ارتباط ما بشيء غير مادي. فاذا ايا كان الشخص اللي بيحاول دلوقتي ينصر القضية بشكل او باخر او يتكلم عنها هو بيتكلم عنها لنفسه هو المستفيد. هو المستفيد لكون هزيه القضية شيء من الوضوح في الجانب المادي والجانب الغير مادي. وهو عايش في عالم سواء هنا او برا عايش في عالم مادي. فهو بيهرب من هزيه المادية الى آآ نصرة قضية انسانية. بنفس الطريقة اللي هو بيهرب بيها لما يتكلم عن التبرعات لمكان الماء او كده يعني هو فرق معهم ايه مسلا. او يعني يبقى من العبث جدا لما تبص مسلا لدولة اوروبية او كده بتبعت مسلا ايه او بيلموا تبرعات لبلد افريقي مسلا. هو يعني اسهل من لم تبرعات بطلوا تسرعوا ثرواتهم يعني هيبقى لطف اوي انه تسيبوا الدهب بتاع افريقيا جواها بس يعني. لكن ده ما بيحصلش. فاذا الناس في النهاية بترضي ضمرها بشكل او باخر او بتجبع الروح الانسانية بشكل او باخر. من الاخر اللي بينصر القضية دي هو اللي مستفيد. مش القضية لان هي قضية مش مش معتمدة عليه في حاجة. ودي نقطة محتاجين لبقى فهم منها. الجانب الاخر من الرأي العام اللي شفته خارجيا. هو ما يتداوله الاسرائيليين من اه صياح. يعني الصعينة بيصيح ومشاء الله يعني الصح ومترب وكل حاجة. صياح من كون اه حماس تضرب عليهم الصواريخ. من كون المتطرفين الفلسطينيين يرشقون البوليس بالحجارة. ويبدأ الفجاجة. وقلة يعني انعدام اي شيء يعني الصراحة. لما يجي يقول لك ازاي يضربوا على البوليس اللي بيحميهم. شوية حاجات كده من اللي هي تحس انت بتعمل هي يا فندم. تحسه كده بيستهبل. هو بيستهبل فعلا يعني زي التاني اللي هو بتاع المتحدث الرازل يقول لك لم يستوزوا بنا خايرة. ايه عم القرورة? الله عظيم حاجة فعلا مضحكة. يعني انت بتعمل ايه? لكن الاسف. مش للاسف قوي. مش فرقة. اه في جزء كبير من اللي بيسمع هذا الكلام. اه بيقيدوا لان هو في النهاية غير مهتم بهذه القضية. لان زي ما قلنا ان اغلب المجتمع حاليا مادي سواء في اه الدول العربية او غيرها. فباعتبار ان العالم كله مادي فطبيعة ان غالبية الناس هي مادية. وكون بعض الناس بتحاول تحارب المادية جوه نفسها مش معنا ان باقي الناس اه كويسة لا اغلب الناس مادية. واغلب الناس اصلا مش مهتمة بهذه القضية. ففي الاخر اقرب صوت ليها هتسمعوه شكرا وخلاص. واي ايه تفزيق ليه الكلام. وشكرا. الحقيقة الرأيين دول معروفين واضحين جدا وما فهمش اي كلام. المشكلة فيه رأي اه عد علي. يعني اعتبر النهاردة يعني شفت فيديو كده بيتكلم. اه رأي بيحاول يمسك العصام النص. مش بتكلم داخليا انا بتكلم خارجيا. اه. في رأيي بيكلمك من ناحية اه. احاول برضو احط الفيديو بتاعه تحت. اه. لو تعرف تريفر ان هو هو اللي بيقدم اه. دلوقتي على كوميدي سنترل اه. بيقدم فيديلي شو. اه. كان نزل كده فيديو ربع ساعة بيتكلم بقى عليه. اه. الفكرة من الكلام بتاعه اختصارا. يعني هو بيقول لك. احنا مش عارفين. احنا مش عايزين دلوقتي نتكلم في اه. انا عايزك تتخيل الشخصية معي واحنا بنكلم. احنا عايزك اه. اه. هترجم لك اختصارا يعني اللي هو بيقوله. يقول لك احنا مش عايزين اه. ان نشوف هو مين الغلطان دلوقتي. احنا عايزين نشوف ان فيه ناس ماتت. احنا لو عادنا نتتبع الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هنلاقي ان كل ما نرجع خطوة بالزمن اللي وراها نلاقي التاني هو الغلطان. اسرائيل ضربت يبقى هما الغلطانين. لا ما هو اصلا حماسكت ضربة سوريخ يبقى هما الغلطانين. لا ما هو اصلا قبل ما حماسكت تضرب كان اسرائيل اقتحوا من المسكت. وعادي يسرد لك كده بطريقة ما انه هو ايه انت لو بدأت التاريخ من النقطة دي هتلاقي ان هما الغلطانين. اه. والحقيقة ان دي يعني ارجو منت فشلة جدا ومضحكة. اه وتنم عن حاجات كتير قوي محتاجين برضو نقف عندها. اه. هو بيتكلم بيقول لك ان احنا لو بدأنا نحسب تاريخ الصراع من نقطة ما في الزمن بعدين رجعنا قبلها للنقطة اللي قبلها هنلاقي ان لا ده ده الطيب والشرير اختلف. هو عايز يقول كده. انا عايز يقول لك ان احنا لو بدأنا نبص على اه سواريخ القصف الاسرائيلي على اه قطاع غزة هنقول اسرائيل وحشة. بعدين لو رجعنا شوية هنقول لا ما هو القسام ضربوا عليهم. بعدين لو رجعنا قبل القسام ما ضربوا عليهم هنقول لا طب ما هم اقتحوا من المسجد الاقصى. هو بيقول لك احنا احنا كده مش عارفين نعرف بقى هو مين صح ومن الغلط. ماشي? هو ده رأيه. بعدين يقول لك خلاص يا جميع سيبوا الصح والغلط. خلونا نشوف نحجم الخسائر وشوية كلام من ده. شكله اه لطيف كده. وحلو برضو يمشي مع بتوحو الانسان ويمشي مع الناس اللي عايزة ترضي برضو ضمرها. لكن اه حلو كده يعني ما تبقاش خسرة حد او عايزة تمسك العصائم النص في النهاية. وده كلام خايد. برضو. يعني ايه. لان انت طبيعة كل صراع هو عبارة عن سلسلة متتابعة من الفعل ورد الفعل. فعل ورد فعل. وفي النهاية الذي يبدأ هو الشخص الظالم. بكل بساطة اياه كده. يبقى انت مش مش فكرة هتقول لي اصل دول اللي ضربوا فدول غلطانين ودول ما ضربوش يعني. كلام ده خايف جدا. تم كل بساطة خايف ترجع لنقطة البداية وتقول اه دول اللي ابتدوا دول الغلطانين. فاذا بكل بساطة ده رأي اخر عادة في النص عايز يقول او بيساوي وده المشكلة بيساوي بين الطرفين. وده بالنسبة لاغلب الناس براها هي مش فارقة معهم دا ولا دا يعني اغلب الناس مش فارقة معها اسرائيل ولا فلسطين او مش فارقة معها. يعني هو مش مرتبط بها في حاجة. فالرأي ده بالنسبة لها هي براية لطيف اللي هو يا جماعة بصوا توجعش دماغنا ملآ يعني شوفوا مين اللي يصرف فيك وما بلاش وجع دماغ. وده بالنسبة لنا غير مقبول تماما اه من وجهة من كل وجهات النظر اصلا غير مقبول لكن انا ححاول اتكلم من وجهة نظر اله المادي والانساني دلوقتي. والانساني خلي بالك بيخش فيها كل كل وجهات النظر يعني ايا كانت الطريقة اللي انت بتوافق بيها او بتدعم بيها او اي ان كان منظورك اللي انت بتدعم من خلاله المقاومة الفلسطينية فهو منظور انساني في النهاية يعني سواء كان منظور ديني او منظور قومي او اي ان كان. اه في النهاية هو المفروض انه منظور انساني لانها يعني منظور تاريخي برضو. التاريخ انساني مش مدي. فا اي ان كانت وجهة نظرك في هذا الصرافة هي وجهة نظر انسانية لو انت اه من ناحية او بتدعم الجانب اه المقاوم. ولو انت بتدعم هذا الجانب فانت ما ينفعش ترضى بالمساواة اصلا بين هذا الجانب وبين الجانب الاخر. لان الجانب الاخر ما بقوش بشر. مش ما بقوش بشر ان انت بتعمل دي هومانايزنج ليهم. لكن هو تخلى عن الانسانية. اصبح زي وزي النازيين. في نفس حتى التصرفات وفي نفس عملية التطهير العرقي. في نفس الفلسفة بتاعت ان هناك شعب الله المختار او افضل ناس في الدنيا. والباقي يجوا يخدموا على ما عليهم يعني. في النهاية هزي فرقة اعمل اليوثانيجة فرقة ايش حاجة. فايزا ما ينفعش تحط ده في مساواة ده. ما ينفعش تعمل كده خالص ما ينفعش تقول ان هذا الشخص انا انت بنفعش تساوي بين اه هتلر. ام? ولو كانت هناك مقاومة لهتلر ما جوه اه االمانيا وكان فيه السيس كان اه قاض هزي المقاومة قدام هتلر وكان فيه مظاهرات كان فيه حاجات كتير قدام هتلر ايه مش عجيبة اللي بيحصل في المانيا. ما ينفعش تساوي الا اتنين. ما هو ما هو في واحد فيهم اصلا جاي يعني هو مش مش انسان. مش انسان. هو اللي يعمل كده مش انسان. فايزا هزي وجهة النظر هزيه مرفوضة تماما تماما تماما. في النهاية هو ده اللي اه كنت حابب اتناول هزا الجانب من اه حابب اتناول هزا الجانب من الصراع الحالي اه من وجهة النظر المادية الانسانية. اللي هي مستمدة في النهاية من تفكير الدكتور الميسيري. طبعا الدكتور الميسيري ليه مؤلفات اكتر في باب الصهيونية والصراع العربي الصهيوني والصراع الفلسطين الصهيوني. اه لكن صاحقة لسه ما يعني ما ما اقدرش اقول ان يعني ان انا دلوقتي توصلت لسه. او يمكن حتى لسه ما ما يعتبرش قريت لسه في وجهة نظر الدكتور. فمش قادر اتكلم من منها دلوقتي. واقصى ما يمكن اني عمله هو اني اتكلم من وجهة نظر بس التعريف الاساسي. والتفريقة بين ان هذا انسان وهذا مجرد حجر. مادة. زي وزي الخور ده اللي جانبه. اه اما بالنسبة بقى للتفصيل في تاريخ هذا الصراع واقحقية مين بايه? ففي ناس كتير عاملة مجهود يعني اكسر من جيد في هذا الباب. بكل بساطة اسيب لك اه تحت الفيديو لينكات. تقدر تخش بقى تتابع في انا بس كل كلام ده هو مبارا عن اه تحليل بس للظروف الحالية. من وجهة نظر المادة الانسانية. اه. في النهاية اه. ما تنساش تدعي. يا اخواننا. اللي تحت القصف. الناس المظلومين والمستضعفين. الناس اللي هي بتقوم بس واحنا كلنا قاعدين بنتفرج. مش عارفين نعمل لهم حاجة. فابسط حاجة تدعي لهم. تفتكرهم. بتحاول تقول لهم احنا معاكم. اني مش عارف هتعرف توصل لهم صوت اقل لأ. لكن على الاقل تبقى معاهم. ولو وجدانيا تكون موجود. وقيد سعيد عليكم. وعليهم. ربنا يرحم الشوداء. وبس كده.